بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 وفي برقيته للرئيس السيسي أكد الفريق أول محمد زكي وفاء رجال القوات المسلحة لمسؤولياتهم ومهامهم المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادة الرئيس السيسي الصادق الحكيمة كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي شكرا